مين اللي بيدير الرياضة في مصر دلوقتي؟ بموجب القانون والله اللي بيقوله لنا كل يوم إن اللجنة الأولمبية والقانون بيقول كده أما أنا معرفش بقى القانون بيقول كده والنادي الأهلي لقى نفسه ملزم وهو بيحط ليحط يروح للجنة الأولمبية لأن القانون يلزمه بدأ وبرعاية الوزارة وبعنايتها أما النهاردة يطلع خبر أنه دكتور أشرف صبحي بعد يستفتي لجنة التشريع في مجلس النواب عن مدى قانونية جمعية الزمالك بصفته صفته إيه؟ ما عرفش رقم واحد أنت قلت بصفته إيه لأن السؤال لازم يكون من اللجنة الأولمبية الجهة المعنية قانوناً يعني هو دلوقتي طب مجمش ليه اللجنة الأولمبية اللي تسأل يسأل مين بقى هو ده السؤال الأهم أنت دلوقتي اللجنة التشريعية مش جهة فتوى لجنة التشريعية في مجلس النواب دي بتسسلنا قوانين تحط القانون القانون طلع القانون طلع هو بعد يسأل مجلس النواب هو بعد يسأل اللجنة التشريعية في مجلس النواب وثيقة الصلة بنادي الزمالك ازاي وثيقة الصلة لسبب اول اخر بحكم العضوية لكنه هنا اللي انا بقى سأله انت النهاردة لماذا تجاوز اللجنة الاولمبية هي اللي بتشرف على صحة انعقاد الجماعة العمومية والدستور بتاعنا الزمنا بكده انك انت لازم تحترم المواسيق الاولمبية والمعايير الدولية طيب ده نص الدستور وده صريح القانون اللي المفروض الوزارة تكون معنية برعاية وتنفيذه فجأة انا عايز اغيب اللجنة الاولمبية علشان احل مشكلة لحد فاروح لجهة ما هيش جهة اختصاص جهة الاختصاص لو عايز تسأل على قانون لجنة الفتوى في مجلس الدولة فين بقى اللجنة الاولمبية بتدفعش عن حقها ليه؟ حتدافع ما هو مؤكد ان هي بتتغيب ما هيتغيبت لما يعرفوا انه رايحين يسألوا لجنة التشريع فين انت بقى خوتك اللجنة الاولمبية عايز استحافظ على اختصاصك من ده رجحت اتاني اهو الوزير بيتجاهلك هو فيه احنا في كل ما نمشي خطه لقدام يا جماعة المسؤولين يشدونا عشرة الوراء طب يا اخوانا بدن ما فيش ارادة لتفعيل القوانين ولا ان احنا نمشي على صورة واضحة ما كنت ما سبتوش الدنيا زي ما هي ليه؟ كانت احسن والله دلوقتي الصورة كده مش صح ومش معقول ان كل واحد دلوقتي عواطف الشخصية بتتدخل والدنيا كلها تلعب عشان اكل علشان كل واحد بيشجع نادي اللي بيحب نادي احنا فين؟ احنا فين؟ الكلام ده اللي يزعل منه يزعل منه طب ما تنقش يطلع الدكتور اشرف يقول انت غلطان يا عادل يعطي زل له دلوقتي يعمل مكتبه دلوقتي مدخلة معنا زي ما طلع بيان وقال ان ان ما حصلش ومش هيحصل ان احنا ندعم دورك ايه في الموضوع ده يا دكتور اشرف؟ دورك ايه؟ قعد ما اتعاد الكرة بصفة ايه؟ ايه الصفة؟ الزيارة دي كانت بصفة ايه؟ احتفالات اكتوبر؟ ممكن اه وإلا لما تحسبوش على اهدار 300 الف دولار بشكل واضح وصريح ومعترف بيه المدير التنفيذ هو حسبو ازاي اذا كان سمع كلامه انت كده خلاص يبك من لجنة اللي راح اتعاد الكرة دي اه الله بد ان سمع كلامه هيعاديه هيحسبو على اخطاء هو اللي قال له عملها ازاي يا سيد زبراهي الخسم والحاكم الخسم والحاكم هي ماشيين كده بالسنوئية دي انا اللي بادير وانا اللي براقب الادارة وانا الاعلام اللي بيحسب الاتنين وانا الرائي اللي يقام له كل الامور ده كلام يعني خلاص بقى مش عارفين الحنا الخيوط دي تتحل ازاي مش عارفين ازاي الرياضة بتاعتنا هتتسلك وتمشي لما كل واحد يعرف انه القانون يطوله اذا ما عملش واحد اثنين ثلاثة هيعمل واحد اثنين ثلاثة هي صعبة يعني انت لما تيجو تقول مش دافع وفعلا في الاخر ما تدفعش خلاص كله يقول مش دافع لكن انت لو مش دافع لكن بعد شوية نتيجة تهديد بالعقوبة حلهالي بس توقفهم انك انت ما تقدرش تقول مش دافع بس كنت اتحلت فوقتها ده انت لسه في اول مشكلة ده في اربع مشاكل ولا خمس مشاكل تانين وانا مستغر برضو اللجنة اللي مبيع بتتكلم وانا مستغر بهم